طوبى لجيل انت وخل وحي عنوانا وشاد من نوره في القلب إيمانا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما زلنا بصدد البينات والأدلة على أنه لا يجوز النظر في الجزئية بغض النظر عن كليه أو النظر في الكلي بغض النظر عن جزئية قامنا الدليل الأول من المعقول أن الجزئية تحت كليه قطعا وإلا لما كان الجزئية جزئيا الثاني الدليل الاستقراء وأن البحث الخارجي الفرق بينه وبين الأول هو البحث الخارجي يعني الدليل العقلي لا يوجد فيه بحث خارج العقل الاستقراء هو بحث في الخارج أننا بعد استقراء أدلة الشريعة اهتدينا إلى كلياتها الآن سيقول لك لا يجوز فصل الدليل عن المدلول فالتلازم بين الدليل والمدلول يقتضي منك أن تنظر في الجزئ بالانسجام بينه وبين الكل فلا يحل لك أن تنظر في الدليل الجزئي معرضا عن كليه وهو المقاصد الخمسة الكبرى برتبها الثلاث فقال رحمه الله تعالى وأيضا فإن الجزئي لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام وبه قوامه فالإعراض عن الجزئي من حيث هو جزئي إعراض عن الكلي نفسه في الحقيقة وذلك تنقض هذه عبارة مليئة بالاستدلالات عندما يقول لك وأيضا فإن الجزئية لم يوضع جزئيا إلا لكون الكلي فيه على التمام يعني الكلي تام شامل لكل الأجزاء المندرجة تحته طيب قال وبه قوامه أي لا يكون الكلي إلا بتلك الجزئيات فلو فوصلت الجزئيات لم يبقى الكلي فبه قوامه أي عموده إذن الجزئيات هي عمود الكليات فإذا تركت الجزئيات لم يبقى كلي إذا أخذت الكليات بدون جزئيات إذن أنت فصلت بين الكل والجزء وهذا لا يجوز قال وبه قوامه أي لا يكون الكلي كليا إلا مع جزئيات فالآن أنت تأتي بين شيئين متلازمين نظرك في الدليل الجزئي بدون الكل نظر قاصر نظرك في الكل بدون الجزئي نظر قاصر وما أكثر الأنظار القاصرة وهي مسائل حقيقة نحن نقلد فيها جهابذة الاجتهاد كالإمام مالك والشافع وأحمد وكالإمام أبي حنيفة وبالتالي نحن في هذا مقلدون يعني لا نتكبر على خلق الله نحن نقلد إمة الاجتهاد والنظر في مذاهبهم المتبوعة الذين أدركوا أسرار هذه الشريعة العظيمة وعرفوا عللها وخبروا أصولها ونظروا فيها نظر الخبير ونظر العالم ليس كما ينظر يعني من ينظر نظرا جزئيا خاليا من الكل ويؤدي إلى تناحر الأمة والتفرق في الدين إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء أو لا يفرقوا الدين يعني ما معنى فرقوا الدين أخذوا بعضا وتركوا كلا أخذوا بعضا وتركوا بعضا إذن هم لم يأخذوا الدين مجتمعا فهو يريد هنا أن يقول لك إياك وتفريق الدين إياك وتفريق الدين فأحضر من تفريق الدين النظر في الجزء مع الإعراض عن الكل أو النظر في الكل مع الإعراض عن الجزء والتفارق في الدين هذه خلاصة الفكر الذي نراه متصادما اليوم ولكن مع هذا التصادم الكل يرهق أذهان المجتمع بالروايات والحكايات والأقوال وما إلى ذلك عملية إرهاق مستمرة لذهن الناس إذن يريد أن يقول لك أيضا هذا مبني على التلازم بين الدليل ومدلوله هذا بعدما أثبت الكل وجزئيه في موضوع العلاقة العقلية والاستقراء في موضوع الثبوت بالعلاقة الاستقرائية وهي في العاديات لأن يريد أن يقول لك هناك لزوم بين الشرع هنا في الدليل والمدلول هذا الدليل يلزم منه مدلولون إذن الإعراض عن الدليل مع الأخذ بمدلوله هو كالإعراض عن المدلول مع الأخذ بالدليل فقد فككت متلازمين وكذلك الأدلة الجزئية الشخصية في القرآن والأدلة الجزئية للإضافية لليل القرآن والسنة هي جزئيات تحت كليات الشريعة لا يحق لك أن تأخذها دون كلياتها لأنك عندئذ قد فصلت بين الدليل والمدلول أين العبارة الدقيقة في هذا الأمر والتي تريد أن توضح العلاقة بين الدليل والمدلول عندما يقول لك وبه قوامه أي ما يقوم به قال ولأن الإعراض عن الجزئي جملة يؤدي إلى الشك في الكلية من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلية أو توهم المخالفة له يعني عندما تشكك في المدلول لأن الجزئية دل على المدلول وهو الكلي فإذا إذا أعرضت عن الجزئي فأنت تشكك في الكلي فعندئذ تلاسمة بين الكلي والجزئي من جهة أن الإعراض عنه إنما يكون عند مخالفته للكلي طبعا الإعراض عنه هو الجزئي إنما هو من جهة مخالفة الكلي أو توهم المخالفة له فإذا أنت توهمت المخالفة بين الجزئي والكلي إذن أنت تتوهم التعارض بين الدليل ومدلوله ففصلت بين اللازم والملزوم لماذا؟ لأن الجزئيات هي قوام الكليات والكليات هي لازمة فصارت الكليات بالاستقراء هي المدلول والجزئيات بالاستقراء هي الدليل فلذلك أمر مهم عندئذ أنك لا يجوز لك أن تنظر نظرا جزئيا ونحن نقول بالخلاصة إن الافتراق في الدين اليوم إنما هو سببه الحالة الفكرية والرؤى الفكرية الرؤى الفكرية لا تعبأ بهذا الرؤى الفكرية عندها رأي الجماعة رأي الحزب رأي المولاء رأي المعارضة هذه كلها حجب عن الرؤية أو عن الاجتهاد العلمي الفقهي فلذلك علينا أن نميز بين الرؤى الفكرية التي تعتمد على البريق البريق الرغبة الإعلام المجتمع الشعار هذه تقول الإسلام هو الحل كلنا نقول الإسلام هو الحل كلنا نقول الكتاب والسنة كلنا نقول السلف كلنا نريد أن نتابع الحق هذه دعوات عامة تمثل بريقا اجتماعيا فإذا لم يكن هناك حقائق علمية تحتها فإنها ستفقد بريقها ثم بعد ذلك تزول بسبب زوال وسبب وجودها أنها معتمدة على البريق ليست معتمدة على الحقائق لاحظ هنا الكلام في الحقائق كلام منذ قرون وما زلنا نراه قويا متين متماسكا بينما نرى أن تفرق الجماعات والأحزاب وما إلى ذلك كلها بمثابة البريق فرق الناجية الطائفة المنصورة الخلاف بين الطائفة المنصورة والفرق الناجية إلى آخر ذلك هذا كله من الذين فرقوا دينهم لماذا؟ لأنهم نظروا نظرا جزئيا وكلهم يستدل بالكتاب والسنة الصحيحة لكن على أصول غير صحية هنا الإمام الشاطبي يريد أن يصحح وجهة النظر يريد أن يصحح ليس عن وجهة النظر بالرأي الشخصي لا زاوية النظر كيف تنظر باستقامة بين الدليل الشخصي الحقيقي الحقيقي الجزء والجزء الإضافي والكل على استقامة واحدة عندئذ سيظهر عندك الصوام عندئذ سيظهر عندك الصوام ستظهر عندك الحقيقة فلذلك عليك بالانتباه إلى هذا المنهج العلمي إذن ليس الخلل في إرهاق المطابع بالكتب وإرهاق المطابع بالروايات والفضاء الخارجي بهذه المقولات إنما الإشكال عندنا أنها جاءت كالشظايا متفرقة متنقلة بعد ذلك الجماعات تحاول أن تبحث عن التأقلم مع الواقع الجديد ما أحد عاد يقول الآن التصوير شرك ما أحد يصدح بتكفير ترك الصلاة على المنابر ما أحد لذلك الجماعات سنكفر على الأفعال لا نكفر على الأعيان مع أنه في السابق كان يكفر الجنازة التي بين يديه ويقول هذا لا يصلى عليه لأنه لم يكن يصلي وبالتالي نحن نعاني من إشكالات وبالتالي الإشكال هذا في الغلوف في التكفير أو الغلوف بنجاة الكافرين الذين بلغتهم الدعوة صحيحة لانحلال من الشهادتين هو كله يقوم على التفكير الجزي حول الأدلة التي هي من النوع الجزي أو الجزي الحقيقي هذه الآية تقول النصارى في الجنة آمن هذه الآية تقول أنه قاتل النفس المؤمنة خالد في جهنم إذن هو كفر هكذا العهد الذي بيننا وبيننا تركها فقد كفر طبعا عمل الأمة عمل الأمة ما حكمه أنها كانت توريثهم كما ينقل ابن قدامى وكانت لا تمنع تزويجهم وكانت تصلي عليهم ولم تفرد مقبرة لهم كما يزعم أصحاب التفكير الجزئي اليوم إذن أخذوا الأدلة التي هي جزئي حقيقي بمعزل عن الكل يعني الإمام الشاطبي لا يتكلم بفلسفة بعيدة لا يتكلم برفاه القول يعني ليست من رفاهية الكلام ويريد أن يعالج خطايا الجماعات الدينية خطايا لانحراف في الفكر الديني وكل هذه الأدلة التي أمامك إنما هي من أجل الحماية من السقوط في محرقة تلك الخطايا إذن هنا يقول لك النظر في دليل حقيقي شخصي جزئي حقيقي بمعزل عن الكل إنما هو تفريق بين الدال والمدلول كما كان تفريقا بين الاستقراء وحكم كان تفريقا بين الكل و إذن نحن أمام مشكلة التفكير الديني الجزئي الذي يفرق الدين بين الدليل والمدلول قال وإذا خالف الكلي الجزئي مع أن إنما نأخذ من الجزئ طبعا أخذناه من الجزئ الكل نأخذه من الجزئ باستقراء تمام قال دل على أن ذلك دل على أن ذلك لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئ في معرفة الكل إذن لاحظ عنده في هذه العبارة قال لك وإذا خالف الكلي الجزئي مع أن إنما نأخذه أي الكلي الجزئي بالاستقراء وبين لك دليل الاستقراء دل على أن ذلك الكلي لم يتحقق العلم به لإمكان أن يتضمن ذلك الجزئي جزءا من الكلي لم يأخذه المعتبر جزءا منه وإذا أمكن هذا لم يكن بد من الرجوع إلى الجزئي في معرفة الكل ودل ذلك على أن الكل لا يعتبر بإطلاق الاعتبار الجزئي هذا كله يدل على أنه يريد أن ينظر إلى الجزئيات أنها هي الدليل على الكل فإذا فرقت الجزئية عن الكل فأنت تفرق بين الدليل والمدل قال ودل ذلك على أن الكلية لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي كأنه يقول لك اعلم أن الأدلة الكبرى الأدلة النهائية في المقاصد الخمسة هي بمثابة المطلق والجزء بمثابة القيد على المطلق هل يمكنك أن تتفي بالمطلق دون القيد هل يمكن أن تأخذ القيد بدون المطلق هذا مستحيل إذن يقول لك هذا التلازم بين الجزئي والكل هو كالتلازم بين المطلق وقيده فإذا أخذت المطلق دون قيد أو أخذت القيد دون مطلقه فأنت عندئذ تفرق بينما يجب الجمع بينه فيحمل المطلق على مقيده قال ودل ذلك على أن الكلية لا يعتبر بإطلاقه دون اعتبار الجزئي وهذا كله يؤكد أن المطلوب المحافظة على قصد الشارع لأن الكلية إنما ترجع حقيقته إلى ذلك الجزئي كذلك أيضا فلابد من اعتبارهما بكل والجزئي معا في كل مسألة يعني اعتبر الأدلة التي وضعت على الكمال برتبها الثراث كالمطلق وهذه الأدلة الجزئية سواء الكتاب والسنة باعتبارهما أدلة جزئية إضافية أو الأدلة تحتهما التي هي جزئة الحقيقة هذه تعتبر كالقيد ولابد من أخذهما معا عندما تقول يجب حمل المطلق على المقيد كأنه يريد أن يقول لك اجعل هذا الكل هذا الكل وهو المقاصد الكلية دليل العمل دليل اللغة اجعله كما لو كان دليلا مطلق لأنه فعلا هو مطلق يعني من حيث هو لا تستطيع أن تأخذ منه أحكام جزئية إلا بالاستعانة بالقيد الذي هو الكتاب والسنة وهنا يريد أن يبين لنا رحمه الله تعالى قضية مهمة وهناك من وقع فيها كما أن هناك من تحجر على الجزء الحقيقي وترك الكليات هناك أيضا من تحجر على الكليات وطاف بها ويعني يتكلم بها بالصباح والمساء وأصبحت عبارة عن مقولات فلسفية مقولات فلسفية تماما وبالتالي أصبحت المنفعة هي المصلحة الشرعية بناء على ماذا بناء على عزل المقصد هو الكل عن جزئه وبالتالي يريدهما معا الكل والجزء مطلوبان معا ويجب أن يعمل بهما معا فلا يجوز أن يفصل بين الجزء والجزء بالاعتبار الثالث الذي بيّنه هو باعتبار أن الدليل الجزء سواء كان جزئيا حقيقيا كآية بعينها أو حديث بعينه أو كان جزئيا إضافيا كالكتاب والإجمع والسنة والقياس لا يجوز أن يؤخذ بعينه دون كليه لأنهما في العلاقة فيما بينهما كالدليل والمدلول كالمطلق والمقيد قال فإذا ثبت بالاستقراء قاعدة كلية ثم أتى النص على جزئي يخالف القاعدة بوجه من وجوه المخالفة فلابد من الجمع في النظر بينهما لأن الشارع لم ينص على ذلك الجزئي إلا مع الحفظ على تلك القواعد لا يمكن أن تخرج النصوص الجزئية عن القواعد الكلية التي ثبت باستقراء الشريعة كلها يعني كانوا يريد أن يقول لك ارجع إلى المحكمات ورد المتشاب للمحكم ثم قال إذ كلية هذا معلومة ضرورة بعد الإحاطة بمقاصد الشريعة فلا يمكن والحالة هذه أن تخرم القواعد بإلغاء ما اعتبره الشارع وإذا ثبت هذا لم يمكن أن يعتبر الكلي ويلغى الجزئي كلام في منتهى الدقة كأنه يريد أن يقول لك أنا أحذر من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيئا الذين أخذوا بالكل ومقاصد الشريعة وطافوا بها وذهبوا بها كل مذهب مع المنفعة هؤلاء هؤلاء فرقوا الكلية عن جزئيه وأخذوا الكلية بمعزل عن جزئيه أخذوا المدلولة بمعزل عن دليله وأما الذين أرهقوا المجتمع والمطابع بالجزئيات والنصوص الجزئية والتراشق بالنصوص الجزئية بعيدة المدى والنصوص الجزئية قصيرة المدى والتراشق عن بعد بهذه الأدلة الجزئية وامتهان أدلة الشريعة إنما كان بمعزل عن كلياتها رؤية المفكر رؤية المفكر رؤية الجماعة دائما حجاب عن الشريعة ولذلك نحن نقول هناك مذاهب علمية المذهب الحنفي يدلك على المالك لأنه بينهما أصول مشترك الشافعي يتفق مع المالك بالجزئيات المذهب الحنفي مذهب الآثار وبالتالي تجد قاعدة مشتركة لأنهم ليسوا جماعات هذه مذاهب علمية لها قاعدة أصولية واحدة الاقتضاء الأصلي وتتفرع بعد الاقتضاء الأصلي فمن هنا نحن نتكلم عن هذه الأصول والقواعد في النظر الكل للشريعة الأصول والقواعد فيه النظر الكل في الشريعة ولسنا نتكلم عن التفكير الجزئي لذلك هنا قال لك إذا وجدت جزئيا يخرج عن القواعد الكلية فعليك أن تبحث جيدا بأنه لا يخرج عنها إنما قد يخرج عن هذا الكل فيكون تحت كلي آخر أما أن تخرجه من تحت الكليات فهذا لا يمكن فحيثما ترى أن الدين قد تهى الناس فيه ما بين الخلاف في التكفير والتضليل والتبديع والتفسيق لا هالناس إذن هناك الدين أصبح مشكوكا لدى الناس يعني هذا يقول لي هؤلاء كفار هذا يقول لي لا هؤلاء مؤمنون هؤلاء كفار بالجملة هؤلاء مؤمنون هذا يقول لي هذه سنة هذا يقول لي هذه بدعة طيب والذين قالوا هذه بدعة اختلفوا في التبديع والذين قالوا هذه سنة اختلفوا في هذا إذن هناك خلاف عام طيب أين الدين ماذا يفعل العامة هل العامة يعرفون الحقاق هل العامة قادرون على الوصول إلى الدليل العامة يصلون إلى الحكم الشرعي بتقليد العلماء فإذا كان هذا التراشق بين الجماعات الدينية التي هي أصبحت هي اللافتة العريضة بديلا للاجتهاد الفقه بديلا للمذاهب المتبوعة طبعا سنجد أنفسنا أمام التفرق في الدين أين جماعة الدين ها هو الإمام الشاطبي يبينها لنا بوضوح بوضوح علمي لا يوجد مسألة أن نجلس في مكان واحد ونتبادل التهاني والتبركات ونصدر عن طعام واحد وشراب واحد هذه ليست هي الجماعة المطلوبة في الدين الجماعة المطلوبة في الدين هي الجماعة في الأقوال الدينية أن تحلوا ما حلت الأمة وأن تحرموا ما حرمت الأمة هذه الأمة بمذاهبها المتبوعة تبين لكم فخذوا منها ثم قيل فإن قيل الكلي لا يثبت كليا إلا من استقراء الجزئيات كلها أو أكثرها وإذا كان كذلك لم يمكن أن يفرض جزئي إلا وهو داخل تحت الكلي لأن الاستقراء قطعي إذا تم يعني إذا استقرأت جميع المفردات يعني إذا استقرأت جميع الجزئيات الاستقراء يكون تاما ويكون المدلول وهو الحكم قطعي يعني أنك استقرأت كل الجزئيات أما إذا استقرأت بعض الجزئيات فعندئذ يكون ضنيا ثم قال فالنظر إلى الجزئي بعد ذلك عناء وفرض مخالفته غير صحيح كما أن إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنا الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان فالحكم عليه بالكلي حكم قطعي لا يتخلف وجد أو لم يوجد فالاعتبار في الحكم بهذا الكلي من حيث إنه لا يوجد إلا كذلك هذه شبهة قوية يعرضها الإمام الشاطئ قل لك خلص أنا الآن بناء على كلامك وأن الكليات ثبتت باستقراء وأن الاستقراء تام وأن هذه كليات قطعية وبما أنها كليات قطعية إذن أنا أستغني بهذه القطعيات عن النظر في الجزئيات تقول لي مثلا كل إنسان حيوان تمام فقال كما إذا حصلنا من حقيقة الإنسان مثلا بالاستقراء معنا الحيوانية لم يصح أن يوجد إنسان إلا وهو حيوان يعني قلت لك كل إنسان حيوان سعيد إنسان إذن هو حيوان لماذا أبحث في الجزئي؟ خلاص أنا عندي القاعدة ومستغن عن البحث في الجزئيات وهذا دليل على أنني لا أريد أن أنظر في الأدلة الجزئية وأريد أن أنظر في الأدلة الكلية لاحظ قوله هنا فإن قيل لاحظ قوله إيه؟ فإن قيل يعني يريد أن يعرض شبهة وهي أنه بناء على قولك بقطعيات هذه الأصول الضروات الخامس اللغة العمل إذن أنا سأكتفي بها ولست بحاجة إلى النظر في الأدلة الجزئية من الكتاب والسنة أو الدليل الحقيقي الجزء الحقيقي كآية أو حديث أنا سأخذ هذه القواعد ثم سأذهب بها كل مذهب كما حصل مع بعض المقاصديين المعاصرين وينسبون إلى المقاصد وبعضهم يريد أن يجعل المقاصد خارج أصول الفقه مع أن مبحث الإمام الشاطبي في موضوع الموافقات هو مبحث في الفقه حقيقة لكنه ذلك الفقه المتاخم لأصول الفقه يعني على حد أصول الفقه في كليات المسألة الفقهية المنظورة ولذلك الإمام الشاطبي أثار لنا هنا سؤالا كبيرا قال أنا أفترض أنه جاءني أحدهم وقال لي لا تقولي أن أذهب إلى الجزء أنا لا أريد لا نبحث في جزء حقيقي كآية أو حديث أو جزء إضافي أنا سأذهب إلى الكليات وأستنبط الأحكام من المقاصد فقط طبعا إمام الشاطبي قال الكل لا ينفصل عن جزئية دليل العقل وما ثبت بالاستقراء ولا يجوز الفصل بين الدليل والمدلول ومع إراده هذه الأدلة القوية على عدم الفصل لا هو سيأتيك أيضا بشبه وسيجيب عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى سنجيب في درس القادم إن شاء الله على هذا العنوان لا يغني العلم بالكل عن النظر في الجزء وهو جواب هذه الشبهة الشبهة التي سردها الإمام الشاطبي نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك